مصر والهند الهند ومصر المسألة اقدر اقولك انها اكبر واهم واقوى واعمق بكتير من كونها علاقات تاريخية وان كان العلاقات التاريخية لما بين مصر والهند كبيرة جدا اوي خالص وطويلة جدا يعني لكن اكبر واهم واعمق لانه عمليا انت فيه عندك تعاون حقيقي موجود ما بينك وما بين الهند اضافة الى المذكرة التعاون الاخيرة اللي وقعت من قبل فخمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الهندي انها تطلع لمستوى الشراكة الاستراتيجية انت هنا بتكلم على شراكة ما بين مصر وما بين اقتصاد من اكبر اقتصادات العالم ومن اثقالها ومن اكثرها تنوعا بل ومن اكثرها ايضا تفوقا احنا بنتكلم على الهند خلال الفترة اللي فاتت ويمكن قبل توقيع الشراكة الجديدة ما بيننا وما بين الهند فاحنا كان عندنا الحقيقة تعاون جيد جدا حصل ما بيننا وما بين الهند في مجال الأقمح والحبوب تعاون جيد جدا حصل ما بيننا وما بين الهند في مسألة إنتاج اللقاحات بدأنا نشتغل على تعاون جيد جدا أنا أظن التعاون دي حتى مش جيد جدا ومتازع ما بيننا وما بين الهند في مسألة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدل وحجم التبادل التجاري اللي ما بيننا وما بين الهند خلال الفترة القصيرة الماضية زاد جدا حجم صادراتك للهند أصلا عشان أنا عارف فيه ناس هيبقوا قاعدين لك أكيد بيصدرون لنا بيصدرون لنا ده طبيعي وإحنا بنصدر لهم وده طبيعي حجم الصادرات اللي ما بينه وما بين الهند زي 86% الزيارة بتاعة رئيس الوزراء الهندي هي زيارة شديدة الأهمية وبالغة الأثر استقبال فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في أسر الاتحادية للسيد ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند وبالتزامن مع مرور 75 سنة على العلاقات الدبلوماسية مش مقولك بقى العلاقات التاريخية العلاقات الدبلوماسية ما بين البلدين الكبيرين كان نتائجه من ضمن المباحثات اللي حصلت على مستوى القمة هي تعزيز العلاقات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمستوى رفيع جدا الصناعات الدوائية مستوى رفيع جدا التعليم العالي الطاقة المتجددة والطاقة الجديدة بما فيها الهايدروجين الأخضر ألا وهو موضة العصر في مجال الطاقة السياحة الثقافة تعظيم حجم التبادل التجاري زي ما كنت بقولك تبادل السلع الاستراتيجية اللي ما بين البلدين تنمية الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة بشكل بإذن الله سبحانه وتعالى مذهل